السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته 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 وبركاته ورحمة الله 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 وبركاته يعني مثلا هنا نبدأ زي كذا طبعا هذا راح يتسكر المكان لكن زي كذا بلوكتين راح يكون كذا ورح يمتد على فوق أربع بلوكات يعني 1 2 3 4 كذا والله شكله ممكفينا جد شكله ممكفينا شكلنا منظرنا نجيب زيادة لأن العدد اللي معنات وقعت أنه يكفي لكن اللي قاعد نشوفه أنه خلصنا عليها بجيه واحدة زي كذا وقي معنا بس 16 حبة يا ساتر طيب المدخل الرئيسي هذا هو فنروح هنا ونسوي نفس الحركة والله ليتي جامع حسيت أن الوضع كذا ما ما ينفع قلنا نجيب ستاكين زيادة ويمكن أكثر بعد خلونا نعد ونشوف كي يقرب يخلص حلو 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 ما دي كذا كويس أو لا لكن هلو نسكر زي كذا ونشوف طيب هنا يحتاج الشمع الرقيه حبة نبني الخشب زي كذا ما توقعت أن يخلص بصراع يا أخي والله تصبيب يا أخي رهيب والله رهيب رهيب مرة الحمد لله جاء بي معنا الكروكوين فنشيل ستاك ونحط حبتين كذا جاهزين بس باقينا نقشر الخشب هذا ويتحول للون الثاني هذا نكسر هنا أفضل عشان يجينا سوي اللي نبغى يكون عندنا مساحة الحمد لله كذا خلصنا محل عادل ودي أجرب كذا تجرب واحدة فكسبنا بحق اللي راحت فقررت أني ودي أشوف هل عبه مجديد ولا لا والله ما في شي ما شاء الله خلصوا خلصوا يا ساتر ودي أشتري محل فارس بس مثل ما تشوفون out of service خارج التغطية فمحل فارس كذا خارج التغطية ما نقدر نشتري منه شيء للأسف لكن خلونا نكمل شغلنا اللي جينا عشانه من سبوع خلونا نكمل الجهة اللي ناقصه ونشيل الشموع بعد راح نفطر نسكر كل الأماكن هذه لكن في بداية خلونا نسكر كذا بدنا نسكر من وراء بعدين كذا خلصنا وراح نسكر بهذا الشي هنا والله شعور جميل ونتحط هذا الشي يا أخي جامد والله كأنك تستخدم ويت والله شكله غريب يعني أنك كذا الشيء الكرتون ما أدري شكله شكله غريب مرة يا ساتر كل هذا خلصنا على طول شوفوا حتى نظام البلوكات حقتها شوفوا هنا زائد اني هذه عبارة عن بلوكة لو تكسرونها يا ساتر والله شكله غريب يعني والله غريب مرة طيب حالية وش نحتاج؟ نحتاج زي ما قلت لكم نبغى من عند الله تصدقون ودي أخذ من عند دياب لأنه مجمع هنا كلاي بس أنه ما يسوي شيء حرفيا مرة مرة ما يسوي شيء ما أدري عبادي عنده ولا لا أتوقع أنه قد أخذ من سبيد قبل لكن ما أدري خلونا نشوف عندنا ولا لا أوكي لقينا هذا الشيء اللي نبغى من أول أورنج تريكوتا أحتاج كمية بريكس من هو بطبيعية لازم أشوف طريق أني أخذ من أحد من الشباب وعوضه بعدين إنه ما في أي أحد الحين حتى ريال مأفك كذا منك بشوي طيب حين نسكر كل الفتحات هذه هذا الشيء كذا وبرضه هنا وبرضه هنا جينا عند عبادي والله موجود عنده كثير ما شاء الله بس أذكر أنه كان يستغل فيه يوم كان يسوي اللي هو المصنع حق الدايمون فعبادي يعني أنا آسف بس بأخذ الساكين بس بس ستاكين في بداية يعني نشوف ما سيصير معنا في النهاية هل نحتاج أكثر ولا لا حتى هنا نشبت يا عيال ضغطت بالغلط ما قدر أخذ الأكس حقي ليه؟ ما قدر أخذ الأكس؟ كليك يمين كليك يسار ما يضبط ما أنا ما أدري كما أحتاج يمكن أحتاج أكثر والله يمكن أحتاج أكثر صدق طيب نحطين هنا الرقيف خلونا نرقم جديد نيجي عند هذا الشيء ونبني حبه وهنا أشان ما نتذكر على الإجزازة هذه ونبدأ نبني هذا الشيء زي كذا راح نغطي كل المسارات هذه من كل الجهات فإن شاء الله أن يكفي عشان كذا قاعد أقول لكم ما أدري هل هو بيكفي والله العظيم أحس أنه ما راح يكفي لكن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله والله زي ما توقعت ما راح يكفي لأسر لأنني نحتاج عشان سكر هذا الشيء خلونا نقول هنا 10 حبات 11 حبة من أحتاج زيادة والله أنا ما أدري صدق كل شوية ما أدري بس حولت أني أجهز الأغراض جهزت هذا الكلف هذا اللي كنت أبني فيه اللي هو هنا هذا خدم مني وقت طويل ترى هذا مشروع الجمع أروح أكسر هذه بلوكة أو أكسر هذه النبتة 9 حبات راح تطبخها وبعد ما تطبخها راح تسوي لك بلوكة وحدة هو أوكي عددها كثير بس طرح هذا يجب وقت طويل عشان أسوي ثلاث ستاكات أو أربع ستاكات فيها فمنطر حين نروح العبادي ونأخذ منه مرة ثانية ناسف عبادي لازم يعني صدقون فكرت فيها بديني بديني أجيب أخذ الأكس حقي يعني أنا حين بدلت بشوفل وضبط معي فقررت أني أسوي حركة نحتاج خشب لازم أخذ منك خشب يا عبادي ناسف نحتاج حبة بس وستيك وكذا جاهزين سوي إلى شوفل نحتاج بريكس زي ما قلنا خلونا ناخذ ستاك وثلاثة عشر حبة إذا أخذنا ثلاثة ستاكات وثلاثة عشر حبة من عبادي فالحين نرجع حقنا اللي هنا كيف ذكاء والله ذكاء هذه الزاوية زي ما قلنا حد عشر حبة راح تكفي بإذن الله حرفيا نستاك هذا اللي خذيناه مال أداعي بس أنا قلت يمكن نحتاج زيادة لأني ما أدريوش البناية راح نفني فيها كاملة خلونا نكمل زي كذا وراح نظرنا نسكر هذا المكان كامل زي كذا وهنا معنى هذا الشي اللي هو الانترن راح نضي هذا المكان كامل زي كذا لو نحط القامة انا مدى ليش نزلت خلونا نشوف اللي ضاءة كم لو حطينا او شلنا الشامعة هذي اوكي هنا والله نحتاج حطينا شامعة هنا شامعة ونشوف بعدين ما نقدر نسوي عشان نضي المكان كامل توقع لو حطينا واحدة في النص راح تضبط الامور غالبا يعني طيب حين وش راح نسوي لو تشوفون هذا الجزاز كيف أنا ضبطه هنا راح نسوي نفس الشي داخل البناية ونسوي نفس الشي زي ما قلنا هنا فنحط واحد بعدين حبة ستون بعدين كذا بعدين حبة بعدين كذا وبرضو نفس الشي هنا لكن راح نشيل هذي البلوكة عشان نحط بدالها الان دي سايد بعدين راح يكون فيه هنا اللي هو الستون سلاب قد ليش حطيت هذا نحط ستون عادي توقع كذا افضل لو كان شكل خلونا نشوف من فوق انا وش حطيت اتوقع انا حطيت اوكي حطيت هذه فخلونا نحطه ستون من اللي نغير بالشكل شوي ها زي كذا حلو حلو هنا نسي نسكر فخلونا نسكر نشيل الشمعة هذي ونحط هنا اضاءة ونحط بعد هنا اضاءة ونحتاج اضاءات اكثر وخلونا نشوف قوة الاضاءة كم هي عشرة عشرة ما تنزل عن عشرة والله ممتاز اوكي نزلت اذا تسعة بس جيدة جيدة مرة حاليا نحتاج اللي هو البيبان راح نسوي اوكي ما ديش جابك يا اندرمان قاعد يزرق فلكاتو يمشي هذا شغلة بان معنى خشب كثير برتقالي فما ادي اسوي خشب برتقالي هنا حسنا بيكون افضل من سالفة انه يحط خشب يعني غامق انه بيخيص المكان شوي فمعنى هذا الخشب احتاج والله مدري كم بس خلونا نسوي بعد كرافتنج نسوي كرافتنج زي كذا كيل من هذا المكان زي كذا حلو وراح نسوي نحط كرافتنج ونسوي اللي هو ببان الخشب شوف كيف يطلع الشكل لا انا ابغى هنا حلو توقع كذا افضل والله راكب تصدقون مع اللون البرتقالي راكب والله يراكب مش راح يكون هنا راح يكون الرقي على فوق فنظر الحيل ننجيب وول عشان يكون فيه اللي هو تليبورت الى فوق منه انه ما يكون فيه درج ويكون فيه شكل سيء لا نبغى شكل حلو هنا البلوكة اللي نبغاها باللون اللي نبغاها توقع اربعة تكفية فنجيب هذا الشي هنا نحط الوول ونحط فوقه هذا الشي وراح يرقين على فوق بالتليبورت طيب نسوي خشب اكثر عشان يمدينا نسوي اللي هو ترابدور لان الترابدور راح يكون فوق هذا المكان زي كذا انا بغى بالجهة العكس يب كذا ضابط اكثر راح نفطر انه سوي من هذه الجهة بعد نفس الشي نجيب هذا ونحطه كذا نسكر ونحط الباب هنا الخشب يكون هنا الرقيه على فوق نشيل هذا الشي كذا حلو حلو راح يكون هنا رقيه المشكلة اغراضي مره فل خلونا نفضل بعض الاغراض اللي ما نحتاجها هنا راح تكون البلوكة البرتقالية اللي تنقلنا على تحت وهنا نحط الباب حقنا اللون صراحة لكم عليه احسني لو سويت باب افضل من كذا راح يكون افضل باب افضل من كذا اقلوا انا ماتش قاعد اقول باب غامق عشان يغطي هذا المساحة ويغطي هذا الشي اللي وراه راح نجرب انه نحط بيبان سوبروس وود اتوقع عندنا سوبروس زي ما توقعنا انها الله لا والله موجود سوبروس حلو بس منحتاج اكثر صدقون هنا عندنا اللانتر نلقينا اشياء مرة حلوة طيب بنظر نكسر الشجر شوي عشان نجمع كمية خشب طيبة ببدينا نسوي اللي نبغاه رجعنا الحين ومعنا كمية خشب طيبة واحد وثلاثين بلوك بلوك انا ما دايش قاعد صور اخليه والله انا ما ادري مفروض ما اصور يا لكن بنسوي في بداية اللي هو ترابدور شوف كيف يطلع الشكل لو حطينا هذا الشي فوق بدال اللون برتقالي لان اللون برتقالي ممغطي فهمتوا ترابدور زي كذا حلو نحط الباب زي كذا ما ادري حسن لو ولا فضل احسن لو ولا فضل صراحة فخلو نرجع هذا الشي وفوق نغيّر تصميم وكتبووا الناد الrüمتات في الكممنتات تصميم اللي هنا افضل ولا اللي فوق افضل هذا هسنين افضل اللون البرتقالي ممتاز هذ Slot نطلع من هنا لازلتغير الباب نغيير الباب بس لا يا طيب لذا أفضل ليجد قصر لأنه كذلك افضل لغطى اللون البرتقالي هذا الجديد أنا لم أدب شخدم لعض الابراتي ولكن غالبا أن أغلبية المبنى بالا Homot化 بإضطرت أن أضعه باللون البرتقالي لم أدب كذا أفضل ولا لا لكن، دعونا نصل على هذا البلوك customs ونضيف هنا اللون البرتقالي نضيف عليها هذا رؤية انته서도 ونضيف الدور هذا فبعد كما قاموا بالسعلين هذه المحكمة فيGG وضعته où Learn Buttern ونضيف هذا الشيء الأمانة أنا شفت مقطع حط هذا الشي كذا ويضيف عليها هذا وراح يكون بهذا الشكل يعني بس بدون الفريم لكن اتوقع شاله هذا الكلتش فنحطها زي كذا بعدها شو سوي راح نضيف حبتين زي كذا وراح نضيف اللي هو سلابس سلابس راح يكون في هذا المنطقة في النص كذا وراح يغطى من كل مكان باللوح كذا كأنها مرجحة بس الأمانة هذا الشي سنقهرني راح نضيف يضافها هنا بعد اللي هي زي كذا ونحط هذا الشي هنا وبعدين نجيب هذا الستيرز نحط واحد هنا واحد هنا طيب راح نسوي حركة نحط لوحة هنا وشوف عد كيف تطلع أو كيف يطلع الشكل طيب اشتوينا هنا اضفنا هذا الممر الممر القزاز هذا راح يكون اوكي انا اشغلتني الشنطة راح يكون ممر زي كذا حلوين وراح يكون مغطى من فوق زي كذا لازم اني حين افضل الموية اللي فيه خلونا نسكر كامل ونشوف عادش يصير معنا في النهاية هل الموية بتبقى ولا لا من الواضح ان فيه تسريب موية اسم وين ما ندري اوكي اتوقع ان هذا هو اوو لازم حين نكسره كامل اوكي 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 اكذا عملية انك تشيل الموية كاملة لان الموية موجودة على كل بلوكة العملية متعبة شوي لكن في النهاية راح يكون عندك ممر تقدر من خلالها ان تمشي بدون اي مصدر موية فبنظر ان نكسر الى حين نفس الشي تحت فافضل طريقة ان نسوي زي كذا كذا عندنا ممر زجاجي ما في اي مصدر موية ندخل كذا نتفرج ممر زجاجي نظيف جدا هذا الشي اودي اصوي من زمان لكن كان اودي ان يسوي بطريقة افضل لكن لا بأس بهذه الطريقة والله لا بأس يعني ممشى كامل مسار واحد لا بأس طيب فكرت اضيف تصاميم فوق عشان نجمل المكان شوي لان المكان عبارة عن لون اخضر خيس المكان بالمعنى يعني في البداية راح نجيب هذا الشي ونحط ثلاث بلقات زي كذا وراح نشيل هذي وراح نشيل هذي بعد خلوه نشيل هذي بعد انه راح نضيف اللون البرتقالي هذا حاليا نضيف الترب دور بس قبل الترب دور خلونا نحط اللي هو سلاب زي كذا نحط واحد بعد هنا كم معنى اللي هو هذا ايب كم معنى معنى صندوقين صدقون ما يحتاج نسوي صندوق فنحط واحد لا نحط صندوق زي كذا وهنا نبدأ نغطي فنحط بلقة الاولى بلقة الثانية ونحط الثالثة بعد واحد اثنين ونحط الزوايا زي ما كانت قبل شوية والثالث كذا طلع عندنا شكل حلو بس باقي اضافات مثل خلو نحط بسابلنك نحتاج اللي هو لانتر اوكي موجودة هنا حمد الله نسيت انه فيه تشست فنضيف اللانتر زي هنا زي هنا هنا اوكي خلونا نشوف بالشدر كيف يطلع الشكل ان اللون الاخضر لتحت حق الارضية صراحة قهرني شوي بس كذا تصميم حق المكان بس شوفوا الله شي جميل بس الارضية للحين يبغى لها شويات هنا لازم نضيف شي بس مادروا شو فمندور شي عبارة عن بلقتين عشان نضيفه هنا ويكون السرير هنا بالضبط اقدر اسوي الى ثلاثة بلقات فهذا الشي كويس نجرب ان نحط الخشب اللي نبغاه هنا حلو نحط بلوكة هنا وحطينا هذه من كل الزوايب مو بيكون افضل ولا لو حطينا سلاب بيكون افضل ما ادري خلونا نرجع بلوكة ونحط هذا الشي هنا ونحط الفيس زي كذا وبعدها نجيب الاضاءة لانترن ونخليها زي كذا هنا راح نسوي ستيرز راح نحتاج ثلاثة بالضبط وراح نضيف هذا الشي كذا وتنحطه زي كذا ونجيب البروش بليت ونخليه زي كذا بعدها نسكر بترب دور برضو هنا هنا راح يكون المزهرية بهذا الشكل ترنوش نختار برضه لكن خلونا ناخذ هذه الزهرية مثلا ما تيجي اوكي خلونا ناخذ البيضة حلو عطوني رأيكم بالشكل هل تحسون انه كويس ولا سيه ولا ايش انه لما انا ما بغيت المكان يكون فاضي لا لازم فيه سرير لازم فيه اثاث لو حطينا السرير زي كذا او وخليه في النص والله انا ما ادري صراحة لو سكرنا عليه باللوحات من كل مكان كيف بيطلع الشكل خلونا نجرب اوكي خلونا نجرب وكذا افضل يعني جهة الرجوع انتم كرامة ما ادري هل اغطيها ولا لا حسنا كذا وهي مغطي ايكون افضل المهم كذا خلصت انا من البيت داخليا احتمال اني اضيف اشياء صراحة ما ادري لكن حبات ان اضيف هذا الاشياء مبدئيا عشان تجمل المكان واحتمال ان اضيف اشياء مع الوقت ما ادري الا ما انا ما ادري لان علي ممخي كذا مجمع اشياء كثير ابغى اصوي بانرات ابغى اصوي البنك ابغى اصوي فما ادري هل اقدر ولا لا يعني يمكن الحلقة دي ما اقدر الحق على البنك لانه يبغال الريتسون ونحاول نسوي زي ما كنا بنبغى نسوي في الحلقة يا راهت بس بنا لعيد شوفوا كيف الشكل بشترس يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف والله يفخم بشكل يا ساتر يا عمري والله العظيم رهيب يا ساتر والله العظيم عجبني الخشب الازرق ذاع اسطوري بسر قاعدة ابناء عثمان كرافت بشكل رهيب طيب جينا الحين عشان نشتري من تسبون احتاج وين الخروف اوكي يا ناس كريقا سول المشيل حقة الخروف خلاص يصير عندك المحل عشان يصير الخاص لك لما انا ما عندي مكان فاضي حاليا يا ساتر ما شاء الله واذا الحين كيف الطريقة نضطرنا الحين ندور خرفان عشان بدينا نجمع كمية صوف طيبة نحتاج اللون الابيض فنشوف هاد هل نقدر ولا لا طيب جمعت والبعدد طيب صراحة لكن اكتشفت ان عندي هنا حتى بنر وهنا البنر الابيض اوكي هذا بنر الابيض كان حاليا وش نحتاج؟ نحتاج اللون الاسود وراح نحوول ثلاثة ذولي عشان نقدر نشوي ALبنر الاول الي من تكون بلون الاسود، حلو ونحتاج اللون الازرق هنا عندنا هناice بلوداي ومعنا بلاك ونحتاج اللون الابيض فثلاثة الوان متوفرها عندنا الحمد الله نبدأ الحين وسوي اول بنر البنر هذا يعجبني للايمنت شكله خرافي قرافي مرة و بالإذن الله انه راح يعجبكم باذن الله رح نضيف اللون الابيض وبعدين ناخذ المثال هذا اللي ينازل على تحت تبدئ لخطوات هذه庄رفة ونضيفESE الزائد نضيف هذه الطلب ونأخذ هذا الجزء هذا يغطيه الجهة الثانية نأخذ هذا الأسود ونرىbeeld وللمساعدة ن Pinterest ل COMING الاخير اللي هو الاكس وشوف معاي اقسم بالله يا رهيب اللي ما يدري هذا وشو هذا السوتس سوتس اللي عبارة عن البدلة الرسمية هذي عرفتوها اللي كرفتة وهنا يكون فيه جيب يحطون فيه منديل وحركات هاي هاي مو بلن ايح لما اعجبني مرة 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 خرافي 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 فهكذا خلصنا البنار الاول راح نستخدم الوايت بنار هذا حقنا لكن راح نحتاج الوام مرة كثير هنا عندنا اللون الاخضر هذا راح نحتاج لنا نطبخه برضو ونحتاج شي ثاني اللي هو يا رب ان عندنا اتوقع انه كان عندنا صندوق كامل فيه ولا اوكي موجودة هنا الحمد لله حمد لله حولها كلها لون بني وناخذ هذه الصبغة الخضراء الحين نبدأ في البنار جديد راح ناخذ اللون الاخضر طبعا نحط حبه وناخذ الانفرسد نفس الخطوة اللي قبل شوي كانت في بداية نفسها بالضبط بعدين نضيف اللون الابيض ما قالوا السهم ما لدخل ناخذ هذا الشي اللي هنا يعطينا هذا الشكل وبعدها اللون الابيض مرة ثانية وراح نضيف حرف الاكس بعدين اللون البني اللي تعرف عشان دوره وراح يكون هذا الشي اللي هو النقطة هذه مستحيل انكم تعرفون وش الشي من هذا الشكل مستحيل ما راح يبيل لكم ابدا صح نسينا اللون اللي نبغاه الحمد لله نمعنا اللون الاصفر نحط اللون الاصفر نضيف النقطة الثانية يمكن كذا كم واحد يضح له الشي هذا وش البنار هذا وهنا الخطوة الاخيرة اللي هي هذه راح يطلع معنا ميدالية هذه راح تفيد مرة 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 اي واحد يسوي مسابقة راح يسلم البنر هذا كأنه ميدالية فالفكرة جدا رهيبة شفت البنر هذا قلت لازم نضيفه في السيرفر يكون اي واحد يستلم جاهز لأي مسابقة راح يكون هذا البنر هو اللي يسلم له كأنه كاس او ميدالية ميدالية شكر او ميدالية فوز اللي هو فجدا جدا جدا عجبني هذا جدا عجبني فبنطر نجيب كم وال عشان يمدينا ندبل هذه الاشياء اللي هنا جينا عند اهم بانر بالنسبة لي ليش عشان بنستخدم اهم شي سويناه في الحق الى راحة اللي هو think شراح نسوي بالضبط الحين راح نسوي بانر اسطوري جدا 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 راح يعجبكم باذن الله راح نحتاج اننا نصبغ باللون الاسود طول ونبدأ البانر حقنا والخطوة نحط اللايم داي هذا ناخذ هذا الشي اللي هنا بعدين اللايم داي مرة ثانية وناخذ هذا الشي هنا بعدين اللايم داي مرة ثالثة ناخذ الزاوية اللي فوق عليه سار وبرضو اللايم دايم مرة رابعة وناخذ الجزء اللي تحت وهنا نغير اللون اللون الاسود وناخذ هذا الشي اللي هنا انا جبت العيد انا اسف بس والله جبت العيد نطر نسوي واحد جديد يا ليه المطلق اوك 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 نقبل شوي خضينا هذا فما نبغى هذا نبغى واحد اقل مننا بشوي اللي هو هذا حاليا نجيب البلاك عشان ناخذ هذا اللي هنا واخر نقطة نضيف thing عشان يطلع معنا الشكل النهائي هذا وشيك لي او القطة البر البره البسه الهره بره وهسه ايش فيه طلع معنا هذه الثلاث اشكال اشكال جدا رهيبة لكن بأضطر الحين اني يجيب اسود كثير اتوقع ان عند رفريكس كان لون اسود بأضطر اني يجيب اللون الابيض هذا ودبل يطلع معيه ثلاث اشكال حاليا نضيف هذه طلع معنا ثلاث بنارات وراح نضيف هذا الشي هنا ونضطر ان نجيب بعد والزيادة والله العظيم عذاب عذاب ذا الوال راح نجيب اللون الاسود وندبل الاشياء اللي معنا هذه وعدها راح نرجع جديد نقدر الحين نسوي خشب ونسوي ستيكس وعدها نسوي كمية كبيرة من هذا الشي حاليا ندبل الاشياء اللي معنا هذا نحتاج منه اربعة غير هذا يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة الخامس راح يكون عندنا وبرضو نفس الشي مع هذا اللي هنا واحد اثنين ثلاثة اربعة والخامس راح يكون معنا لما انا كل مرى افكر انا بأن Ichiste لوحة علانات هنا لكن ما اشوف في مكان مناسب ما ادل من يحطا بالضبط هل احطها في الزاوية هذه ولا في الزاوية هذه ولا في الزاوية هذه ولا كل زاوية يكون فيها أو من جهتين واحدة هنا واحدة هنا ماذي أعطوني رأيكم وين يكون بالضبط من جهة مثلا محلي يكون هنا عبارة عن أربع بلوكات اكتبوا لي رأيكم تحت بالكومنتات عشان نشوف مكان المناسب لهذا الشي هذه ونضيف هذه ونضيف هذه ونضيف ثلاث حبات هنا وشين راح نسوي عندنا كتاب هنا لكن راح نضيف تشيس ثاني هنا وبعدين البنر فوق ونضيف هذا الشي هنا ثلاث حبات مناسبة هنا نكتب عليه البنر الواحد خمسة كرو كوين لأن هذا صعب نجيبه فنضيف عليه اللون الأصفر وبعدين نضيف عليه هذا الشي يطلع بهذا الشكل يعني ودي أضيف إضافات هنا الأشياء السول داوت أحطها هنا مثلا لكن إضافات جديدة عندنا السوتس عندنا هذه الميدالية اللي بإذن الله هذه يحس أنها خلاص بتخلص على طول لو قلت للشباب أن هذا الشي موجود عندي ما حتك الدفع صح؟ أوه موجود خمسة كرو كوين متى ذي الله ترى ناسي والله ناسي أوكي كذا تمام هذه مكتوب عليها البنر واحد خمسة كرو كوين وبكذا خلاص عموما أعطيكم العفوة مشاهدة إن شاء الله ستمتعتوا اللي ما اشترك يشترك فعل زر التنبيهات شوفكم على خير سلام أوه لا ترككم العفوة مشاهدة إن شاء الله